مبارح قلت في بداية كلامي إنه مباراة الرجاء اللي جاية عسد محمد الخامس وهي مباراة صعبة جدا الكلام إنه هيبقى فيه 70 ألف المشجع في ضغط الجمعيل وجمعيل الرجاء بتضغط فعلا صحيح صحيح بتشجع جامد يعني أصد الرجاء متوتر بسبب مباراة الزياب إنه عنده اعتراضات تحكمية فممكن المباراة نفسها تبقى متوترة فقلت هي مش محتاجة أوفر كوتشنج يعني محتاجة طريقة سهلة وواضحة للعبين ايه السهل للأهل المفروض يعملوا المباراة اللي جاية عشان يضمن يعد الدغوطات ديت ويحافظ عن تجد الفوز اللي كان فوقات الزياب أسهل حاجة تعملها إنك تحط الرجاء في حجمه الطبيعة حجمه الفني الطبيعة طبعا إيه الحجم الفني الطبيعة للرجاء إنك تبعارف إن الرجاء هو اللي هيطارد الجيم هو اللي هيجري ورانه لازم الرجاء يسجل هدف يا لو نزلنا وخرجنا بالصفر صفر الرجاء بره فالرجاء هو اللي عايز يسجل هدف فانت لازم أسهل حاجة إنك تلعب بطريقة متزنة وتفتحش خطوتك وما تتغطش على الرجاء عالي فبعندك مساحات كبيرة في ظهرك فالرجاء يقدر عن طريق السرعات سواء الراجل أفريقي أو حميد أحداد يستغلوها ولا إنك تتحفز وتبالغ في الدفاع فتقتل أي فرصة لك في التحولات لازم تأسهل حاجة الأهل يعملوا اللي لعب جيم متزن ما بين الدفاع والهجوم بحيث إنه نستدرج الرجاء وبالتالي ما فيه مساحات في ظهرهم وكلهم مدافع الرجاء كلهم عندهم بطء في التحولات وبطء في الترنات نتيجة إنهم قوامهم الجثماني كبير قوي كلهم طوال وعراض ما شاء الله فعندهم مشكلة في الترنات فعندهم مشكلة كبيرة فإن الأهل يقدر يبغيتهم بالتحولات دي أسل حاجة الأهل يعملها كل ما هدف الرجاء الأول اتأخر كل ما الجمهور بقى ضغطة على لعابة الرجاء أكتر منه لعابة النادي الأهلي وكل ما الرجاء اتحطوا في مواقف فنية يبدون فيها عاجزين الجمهور هيزوم عليهم فاللعيب هتبدأ تفقد صبرها هم قرريني يازلين بدغوط زودت ضغوط على الرجاء صحيح طيب مباراة الزهاب ومباراة العودة في الناحيتين تمام إن شاء الله ما عرفش علي معلول هيلعب لمباراة العودة لسه مواقف الإصابة غير واضح علي معلول كان مؤثر جدا مغيابه في المباراة الأولى جدا بتكلم في النواحي اللي جميع وده بان لأنك اخترت البديل الأسوأ مش البديل الأفضل أيمن أشرف مش البديل في مباراة على ملعبك انت بحتاج فيها تورس الأكبر كم العرضيات الأسوأ بالمعنى ده الأسوأ فنيا الغير مناسب لا لا مش أيمن طبعا أيولا أنا بوضح الغير مناسب يعني الأسوأ والأفضل هنا هل هو مناسب للمباراة يعني أيمن هو مناسب جدا في المباراة اللي جاي على فكر صحيح مش كريم فؤاد لكن المبارح يوم المباراة الأولى مباراة الزهب أول مبرح كان دايما كريم فؤاد هو اللي لازم يكون موجود في ناحية الشمال تأثير هجومي كان ممكن تأثير هجومي طبعا تأثيره عشان عيما أشرف كان تأثيره الهجومي ما كانتش واضح خالص مضبوط ده الأهل